موسيقى والآن مشاهدين ننتقل بحضراتكم إلى كلمة الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينيسكي عبر الفيديو كونفرنس أمام الكونجرس الأمريكي الأدوات حرب الماضية حرضت لخلق المؤسسات التي يجب أن تحمينا من الحروب ولكن هم ليسوء الحظ أو هذه هي لا تنجح أنتم ترون ذلك ونحن نرى ذلك أيضا فنحن بحاجة لمؤسسات جديدة وتحالفات جديدة ونحن نعرضها عليكم ونقترح خلق الاتحاد أو رابط من الدول المسؤولة المتحدة من أجل السلام التي لديها الوعي والقدرة لوقف نزاعات مباشرة وتوفر كافة المساعدات الضرورية خلال 24 ساعة وإن كان ضروريا حتى الأسلحة أو العقوبات والمساعدات الإنسانية والدعم السياسي والمالي كل شيء من أجل تحقيق السلام وبسرعة وإنقاذ العالم وإنقاذ الأرواح ألا وتعالى ذلك مثل هذه الروابط ستوفر مساعدات من الكوارث الإنسانية والطبيعية وكل من يقع ضحية للألزمات الإنسانية أو الجواح يجب أن نتذكر مدى الصعوبة أفادت خدمة الطوارئ في القطاع الشرقي من إقليم خاركيف الأوكراني أن 500 شخص على الأقل من سكان مدينة خاركيف قتلوا وذلك منذ بدء الأزمة الأوكرانية وكانت السلطات في خاركيف قد أعلنت أن أكثر من 600 مبنى في المدينة دمرت مشيرة إلى أن مغادرة المدينة ممكن عبر القطار أو بالسيارات وتعد خاركيف تاني كبريات مدن أوكرانيا وقريبة من الحدود مع روسيا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي إن بلاده بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة لمواجهة العملية الروسية وأوضح الرئيس الأوكراني في كلمة له عبر الفيديو كونفرنس أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي أن روسيا أطلقت نحو ألف صاروخ خلال العملية العسكرية وأجدد الرئيس الأوكراني اقتراحه بفرض واشنطن عقوبات على كفة السياسة في روسيا قال الكريملين إن فكرة أن تكون أوكرانيا دولة محايدة ولها جيشها الخاص مثل النمسا أو السويد يمكن أن يكون حلا وسطا محتملا في المحادثات مع كيف وأوضح المتحدث باسم الكريملين دماتري بيسكوف أن الحل البديل الذي تتم مناقشته في الوقت الحالي يمكن اعتباره حلا وسطا من جانبها أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها ترفض فكرة أن تكون كيف محايدة على غرار السويد أو النمسا مطالبة بضمانات أمنية مطلقة لمنع أي عملية عسكرية مرة أخرى في روسيا أعلنت الخارجية الروسية أن العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا والتي تدخل يومها 21 ستحقق أهدافها وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها أنه سيتعين على أوروبا دفع ثمن الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية بين كيف وموسكو 21 يوم مرت على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما زالت موسكو تتمسك بتحقيق أهدافها بينما تحاول كيف الصمود بالتزامن مع محاولة النفس الأخير مع الغرب لنجدتها ومع استمرار العملية العسكرية وفشل العقوبات الغربية في ردع التواغل الروسية أدرك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لا طريقة للنجاة سوى محادثات السلام التي وصفها بالأكثر وقعية بعد أن ترق أبواب الغرب لنيل مظلة الحماية الأوروبية دون رد وفي تلميح إلى تراجع فرضته تطورات الأوضاع على الأرض أعرب زيلينسكي في وقت سابق عن استعداد بلاده لقابول ضمانات أمنية من الغرب لا تصل إلى حد تحقيق هدفها طويل الأمد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسية أما روسيا التي تؤكد مراراً وتكراراً أن عمليتها العسكرية هدفها نزع سلاح أوكرانيا فتنضي في محادثات السلام بالتزامن مع تقدمها على الأرض رافضة التنبؤ بالنتائج ومعتبرة في الوقت ذاته أن مجرد استمرار المحادثات نقطة إيجابية موقف روسي صلب دفع حلف شمال الأطلسي لدراسة خطط لتبني طرق جديدة لرادع روسيا عن أي عمل عسكري في المستقبل بما يشمل زيادة القوات والدفاعات الصاروخية في شرق أوروبا ومع تأثر الجميع بتداعيات تلك الأوضاع أصبح العالم على موعد مع واقع جديد وملامح متغيرة لخريطة القوى العالمية وإن لم تستقر على شكل جديد حتى الآن أعرب وزير الخارجية الروسي سفجي لفروف عن استعداد موسكو للبحث عن أي حلول في محادثتها مع كييف لضمان أمن روسيا وأوكرانيا وأوروبا عموما مع عدى تمدد حلف الناتو وأكد لفروف في تصريح تلفزيوني أن المحادثات مع كييف ستمضي قدما ولكن ببطء وهناك بعض الأمال في التوصل إلى حل وسط موضحا أن هذا التقييم جاء من قبل المفاوضين الروس وبعض أعضاء الوفد الأوكرانية وأوضح لفروف أن موسكو وكييف تبحثان بشكل جاد في محادثاتهما مسألة الوضع الحيادي لدولة الأوكرانية موضحا أن هذه المسألة مرتبطة ارتباطا مباشرا بطلب موسكو تقديم ضمانات أمنية إليها أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ أن العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا ستكون لها تداعيات طويلة الأجل على أمن الحلفة وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي المشترك مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قبل قمة الناتو قال أنه لن يتم فقط بحث التداعيات الفورية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإنما أيضا التداعيات طويلة الأجل وكيفية تعزيز دفاع الحلف المشترك بشكل أكبر وإزالة أي سوء فهم لدى موسكو بشأن مدى التزام التحالف بحماية والدفاع عن كافة الحلفاء وأضف ستولتنبرغ أن الناتو رد على العملية العسكرية الروسية بشكل متحد وسريع حيث فرض أعضاء الناتو عقوبات شديدة على روسيا كما تم توفير الدعم العسكري والمالي والإنساني لأوكرانيا ووضع مئات الألاف من القوات على أهبة الاستعداد ونشر مئات الألاف من القوات الأمريكية في أوروبا من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي إلايد أوستن إن الحلف سيواصل دعم قدرات أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وأضف أوستن أن الدول الحلف ستبقى متحدة في دعم أوكرانيا ضد العمليات العسكرية الروسية التي وصفها بالغير مبررة قالت اللجنة الدولية لصليب الأحمر إن رئيس اللجنة بيتر ماير وصل إلى كييف في زيارة مقررة لأوكرانيا مدتها خمسة أيام لتأكيد على ضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وأوضح مورير في بيال اللغو أنه من المهم للغاية أن تكون لدينا اتصالات مباشرة مع أطراف الصراع وفهم معنى الحياة في العمل الإنساني بعد المعاناة الهائلة التي تعرض لها المدنيون مشيرا إلى أنه تم إجراء محادثات مكثفة جرت عبر الفيديو كونفرنس مع الحكومتين الروسية والأوكرانية قالت المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها تخطط لمساعدة أربعة ملايين لاجئين مع احتمال زيادة أعداد اللاجئين يأتي ذلك بعد فرار أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي لم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية حيث فر أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي ومع تسارع العملية العسكرية قالت المفوضية السامية للشؤون اللاجئين إنها تخطط لمساعدة أربعة ملايين لاجئ لأنه من المحتمل زيادة أعداد اللاجئين وقبل العملية العسكرية كان يعيش في أوكرانيا أكثر من سبعة وثلاسين مليون شخص في الأراضي التي تسيدر عليها كييف ولا تشمل بالتالي شبه جزيرة القرم ولا مناطق دونباس الشرق أوكرانيا وبعد سلسلة من الإخفاقات جراء عدم التوصل لاتفاق هدنة بين الروس والأوكرانيين تسارعت عمليات الإجلاء في مدينة ماريوبول فيما يعاني سكان المدينة من نقص في المواد الغذائية والمياه السلطات الأوكرانية قالت إن أكثر من عشرين ألف شخص تمكنوا خلال السلساء من مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية عبر ممر إنساني متفق عليه مع القوات الروسية ويربط الممر الإنساني الذي تسلكه هذه القوافل ماريوبول وزابورجيا في شمال غرب البلاد عبر بيرتيانسيك ويمتد إلى نحو 270 كيلو متر وتقع مدينة ماريوبول على بعض حوالي 55 كيلو متر من الحدود الروسية و85 كيلو متر من دونيتسيك وهي أكبر مدينة لا تزال بيد كييف في حوض دونباس الذي يضم منطقتين دونيتسيك والوهانسيك حيث سيشكل سقوط المدينة الساحلية الاستراتيجية الواقع على بحر أزوف منعطفاً كبيراً في الأزمة الأوكرانية ترجمة نانسيك ترجمة نانسيك ترجمة نانسيك قالت وزيرة الخارجيات البريطانية لستراس إنه لا بد من وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي ثمن وعبرت تراس عن تشكوكها في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مؤكدة ضرورة وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية حتى تؤخذ محادثات السلام على محمل الجد أعلن البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن اليوم مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا وأوضحت القائمة بأعمال مدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية بأن الأموال مطلوبة بشكل عاجل وسيكون تقديم عشرة مليارات دولار لأوكرانيا تصعيدا سريعا لمبلغ مليار وأربعمائة مليون دولار قدمته الولايات المتحدة منذ عام 2021 بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارة إلى الإمارات في إطار جولة له بالمنطقة تشمل السعودية وكانت جونسون قد أعلن في وقت سابق أنه سيعمل مع السعودية والإمارات لضمان الأمن الإقليمي ودعم جهود المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية على الأمد الطويل